ألف ألف مبروك رفع منحة التقاعد إلى 85% من الأجر الأدنى السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا إذن اقترح نوابه بالمجلس الشعب الوطني تعديلا على نص مشروع قانون يعدل ويتمم قانون التقاعد الجديد وذلك برفع منحة التقاعد إلى 85% بدلا من 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك بالنسبة للأشخاص الذين استوفوا السن 60 سنة واشتغلوا فقط لمدة خمس سنوات يصوت نواب الغرفة السفلة للبرلمان على مشروع قانون يعدل ويتمم قانون التقاعد الجديد الذي تضمن تعديلا واحدا فقط تقدم به عشرة نواب والمتضمن رفع منحة التقاعد إلى 85% بدلا من 75% بالنسبة للجزائريين الذين اشتغلوا فقط طيل حياتهم وذلك في إطار تحسين الوضعية المعيشية لهؤلاء واعتبر النواب في نص تعديل المقترح على المشروع والذي اطلعت عليه أن القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 2 ماي المنصرم والقاضي بتكريس عنايته واهتمامه للفئات الهشة من المجتمع وذلك بتأسيس منحة التقاعد ورفعها من مبلغ 3000 دينار إلى 15000 دينار جزائري أي ما يمثل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر ب20000 دينار جزائري وهو قرار صائب يوفر العيش الكريم لبعض المواطنين وأضاف أصحاب التعديل أن هؤلاء العمال اشتغلوا على الأقل خمس سنوات باشتراكات دابطة وبالتالي فإن المبلغ المتحصل عليه والذي لا يفوق 15000 دينار جزائري يبقى ضئيلا وعليه فمن الضروري حسب أصحاب المقترح رفع منحة التقاعد إلى 85% من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون لتصل منحة التقاعد إلى 17000 دينار عوضا عن نسبة 75% والتي تمثل 15000 دينار مما يعني زيادة بمبلغ يقدر بـ 20 أو عفوا 2000 دينار جزائري والتي تمثل عرفانا من المجتمع الجزائري لهؤلاء المتقاعدين الذين هم في وضعية اجتماعية هشة ترجمة نانسي قنقر